اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونائب السابق وليد التطباء ومحمد الدوسري بعفو اميري ترقية بورصة الكويت الى مرتبة الاسواق الناشئة والروضان يتوقع تضفق مليار دينار وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد التزامها بالثوابط الوطنية وتشدد على عمق الروابط الخليجية رافضا تجاوز القيم الجبري يشكل لجنة تحقيق في العرض المسرحي هاديس البلدية الان قاعدة تدرس البدائل تمهيدا لرفع المجلس الوزراء غلق خمسمائة محل مخالف في الجليب والمنفوح يؤكد دراسة البدائل لرفعها الى الوزراء ترامب الى محاكمة امام الشيوخ ليصبح ثالث رئيس امريكي يواجه اجراءات للعزل افرج هذا المساء عن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد الدوسري من السجن المركزي بعد قبول العفو عن تنفيذهما بقية مدة العقوبة المحكومين بها في قضية دخول المجلس وذلك تنفيذا لامر سمو امير البلاد بقبول الاعتذار والالتماس المرفوع لسموه وقد توجه المفرج عنهما بالشكر الجزيل لسمو الامير لقبوله الاعتذار والعفو عنهما وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه قبل يومين على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة والحكم بسجنهما ثلاث سنوات ونصف الحمد لله اولا على فضل ونعمته على خروجنا من السجن وانا وزميلي الاخ محمد نايف الدوسري ولا يستانع في هذا المقام ونحن نخرج من السجن الا ان نتقدم لوالدنا صاحب السمو امير البلاد بالشكر على اصداره العفو وهذا عيسة غريبة على والد الجميع الشيخ صماح فهو قائد الإنسانية وودي اني اشكر من خلالكم الشعب الكويت كله على تعاطفه حزاك الله خير ومشاعد بسم الله وصلاة السلام أبو ساعد لماذا حزاك بحيء ودمعت الشيخ الذكرته ثكرتمون شكرا شكرا اللقص صاحب الله والأمور ميسرة لهم في كويت وإن شاء الله نتمنى أن نراهم قريباً لكويت والكويت مشتاقة لهم أشكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ صباح الأحمد والله يطلع عمره وتزال الله خير على العفو وفرحتنا للأمانة منقوصة من جهة ثانية قال الطبطباء إنه قضيته الثانية هي أحوال شخصية وصدرت أحكام قاسية عليه نتيجة عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه لأنه متأكد من براءته وأضاف سأقوم بالمرافعة بعد أن كانت الأحكام بمثابة أحكام غيابية وإن شاء الله في الجلسة المقبلة سأدافع عن نفسي بشكل جيد بالتوازي مع التوجيهات السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي تواصل البلاد التقدم الملموس على المؤشرات العالمية والتي تصب في خانة تحسين بيئة العمال وجذب الاستثمارات وفي السياق فقد هنأ وزير التجارة وصناعة خالد الرضان القيادة السياسية بإعلان ترقية بورصة الكويت اليوم على مؤشر MSCI إلى مرتبة الأسواق الناشئة قائلاً إن ذلك قد يسهم بتضفق نحو مليار دينار وأكد الوزير أن الجدية التي توليها كافة الجهات وتحسين بيئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارها لترقية الكويت في أكبر ثلاثة مؤشرات عالمية وهي فوتسي وستاندر أند بورس جونز وMSCI وأشار إلى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانين تساهم بالارتقاء وتحسين بيئة الأعمال في سياق مختلف أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بياناً أكدت من خلالها التزامها التام بالثوابط الوطنية ببعديها المحلي والخارجي مشدتاً على عمق الروابط الأخوية مع الأشقاء الخليجيين وقالت أسيري إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيراً بأنباء ومغالطات نسبت إليها على نحو يشكل إساءة بالغة ومساساً بثوابتها ومبادئها مشددة على التزامها الصادق بموجبات قسمها أمام سمو أمير البلاد وأضافت الوزيرة غني عن البيان التأكيد على عمق الروابط الأخوية مع الأشقاء في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبما يربطها من وحدة الهدف والمصير بما لا يسمح بأي تشكيك أو تأويل لمواقف الوطنية وثوابتنا الراسخة وعربت أسيري عن شكرها لكل من وجه لها النصحة أو العتب ولكل من اتقدها بقسوة مؤكدة تقبلها كل ذلك بصدر رحب باعتبارها تتولى منصباً عاماً وقد زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليوم مقر الهيئة العامة لشؤون دول إعاقة للوقوف على آلية العمل والتأكد من سيره بالشكل السليم وتفقدت أسيري خلال جولتها صالات المراجعين لمعرفة مدارضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة حكومياً أيضاً قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رانال فارس إن مشاريع المدن الإسكانية على رأس الأولويات وأكدت الفارس على هامش استقبالها المهنئين بتوليها الحقيبة الوزارية حرصها على متابعة الجداول الزمنية لتلك المشاريع وبذل الجهد والعمل لتلافي أي معوقات تواجه التنفيذ مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة لرعاية السكنية يعكف حالياً على تنفيذي وإنجازي العديد من المشاريع الإسكانية الضخمة مقبلين على إن شاء الله مرحلة جديدة إن شاء الله تكون متماشية مع توجيهات صاحب السمو الله يحفظه وسمو رئيس بجسل الوزراء طبعاً القضية الإسكانية على رأس الأولويات يمكن من أول يوم أمس قاعدت مع القيادين في المؤسسة في وزارة الأشغال يعني سمعت إلى همومهم سمعت إلى بعض التفاصيل طلبت الكثير المستندات اللي إن شاء الله عندي هومورك كبير هالويكند هذا بتقرأ وبعرف التفاصيل ولكن يعني يمكننا كلنا عارفين قضية الإسكانية هذا رغم واحد الشوارع اللي يكلم الضريط رأنا مواطننا حالي حالكم إذا تكسرت سيارتكم حتى أحلى تكسرت سيارتنا إذا تسألوني أحد أهدافي أحد أهدافي أني أرد حق وزارة الأشغال هيبتها سنتعامل مع هذه الغضية إن شاء الله ونرجع للشارع الكويتي بإذن الله ثقتها في الحكومة وثقتها في مؤسسات الدولة أصدر وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل اليوم قراراً بتحديد مطلع شهر يناير المقبل لاستكمال إجراءات نقل موظفي وزارة الكهرباء والماء حتى نهاية فبراير المقبل ووضح القرار أن إيقاف النقل سيبدأ مطلع شهر مارس حتى نهاية شهر ديسمبر على أن يستثنى من المواعيد السابقة سكان مناطق صباح الأحمد والخيران والوفرة أكد وزير الأعلام محمد الجبري رفضه التام لأي تجاوز كان لثوابت وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة كاشفان عن تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير عن العرض المسرحي هادث وأضاف الجبري أنه مهتم ومتابع لما أثير في إحدى المسرحيات التي عرضت في مهرجان الكويت المسرحي العشرين في الحادي عشر من الشهر الجاري ضمن أنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث الموضوع بدوره أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي اعتذاره عن الاستمرار كعضو باللجنة الأولمبية الكويتية وأوضح الحربي أن ذلك يأتي احتراما لمواد الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا قامت بلدية الكويت بإغلاق أكثر من 500 محل مخالف في جليب الشيوخ وأغلقت ألف محل بملسق وذلك تمهيدا لإغلاقها بشكل كامل وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي عقب جولة ميدانية قام بها الفريق الحكومي المكلف في حل مشكلة منطقة جليب الشيوخ بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم قال إن الفرق واضح بعد مرور شهر فقط من انطلاق الحملة مضيفا أن البلدية تدرس الآن البدائلة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء وأكد المنفوحي أن العمالة تسير في الطريق الصحيح حاليا مشيرا إلى أنها تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب شكرا للمشاهدة اشتركوا على أسباب المفاوحي البلدية الآن قاعدة تدرس البدائل تمهيداً لرفحها المجلس الوزراء هناك ثلاث مناطق راح يتم تسليمها إلى القوة العاملة طبعاً هذه كصفة مؤقتة لإنشاء مدن العزاب لأن مدن العزاب حسب تقديرنا أنها تحتاج وقت وهي موجودة عند الشراكة فأعتقد أنه لازم نوجد مناطق بديلة الأخوة في القوة العاملة قاعدين يعملون على مدار الساعة جهد جبار لرصد كل من هو مخالف من العمالة الهامشية تمهيداً لترحيلهم خارج الكويت تم غلق أكثر من 500 محل مخالف وبناء سور لإخفاء معالم المحل هناك ألف محل مرصود مغلق بس بالاستيكر ولكن نحن طالبين من أصحابها أن يغلقونها بالطابوق للاطمئنان على سير عمل الفرق التي تم تشكيلها بناء على توجيهة مجلس وزراء الحمد لله المشهد الآن نلاحظه من خلال هذه الجولة من بداية العمل إلى الآن هناك جهود مبذولة وفي شيء على أرض الواقع طبعاً هذه العاملة قوة العاملة تتعامل مع الملف وفقاً لهذه الفرق وفقاً للجنة العليا حصائياتنا حتى الآن تقريباً 200 عامل تم ضبطهم واتخاذ الجراءات الغانونية 80 ملف تم إيقافه بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية أعلنت برايت إيفنت عن إطلاق كرنبالها السياحي تيرتنزون في الجزيرة الخضراء في السادس والعشرين من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر أعلان الشركة جاء على لسان رئيسها التنفيذي محمد العيدان خلال المؤتمر الصحفي لعلان الانطلاق حيث أشار إلى مشاركة العديد من الشركات العالمية والخليجية بهدف إيجاد أجواء سياحية في الكويت وتحديداً في الجزيرة الخضراء حبينا من شركة برايت إيفنت كشركة إيفنت مانيجمنت أن نهتم في المكان ونطوره ونجذب فيه الشباب الكويتيين من جميع الفئات كذلك العواء الموجودة من ناحية ترفيها يبنى أكبر الشركات ورنر بردر راح تكون موجودة ويانا يبنى كوفينت قاردن إيجنسي من لندن راح يكونوا موجودين يانا كالسريت برفومنس كالسعراضيين موجودين أكبر المطاعم موجودة ويانا يعني أكبر المغاهي كذلك القهوة الكافيهات موجودة ويانا مشاركة فيها المهرجان نفسه إن شاء الله موجودين تشكيلة طيبة من المطاعم من البثات المشاركة الهوم بوزنس الدعمين للشاباب الكويتي الدعمين لسبشال نيد كذلك بشكل مباشر يعني نحاول نسوي مكان ترفيه يديد كان موجود لكن نحيي من يديد هو موجود بشكل حلو لمدة ثلاث شهر ودعوا جميع العوائل إن شاء الله يبون يعني أهاليهم يبون عيالهم والشباب كذلك يستمتعون في المكان الترفيه اللي الكويتي أمارتنا ناقصة ترفيه وشاب الكويتي مبدعين وسباغين في الأمور دول الخليج حوالينا أسبقتنا لكن إحنا اللي بلشنا ترى في الأمور الترفيهية فأدعوكم لكم تشوفون المكان تستمتعون فيه شركة زين حريصة بأن تكون متواجدة في جميع الفعاليات اللي تكون تعتبر فعاليات وطنية وتبرز دور الكويت الحضاري والترفيهي إلى الخارج نعتقد أن اليوم تواجدنا ودعم هذه الأنشطة يشجع العوائل ويشجع الأشخاص اللي بالكويت متواجدين خلال فترة موسم الشتاء بأن يكونوا متواجدين في مكان ترفيهي يليق بمستوى الكويت وأيضاً للمستوى الدولي اللي نشوفها بحضور عدد كبير من الشخصيات والشركات الكبيرة الدولية نعتبر شركة زين هذا جزء من مسؤوليتنا اجتماعية ونحن حريصين بأن ندعم سواء الاقتصاد الكويتي وأيضاً دعم الترفيه بالكويت من خلال هذه الفعاليات اللي نشوفها في جولتنا العربية كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بتسعة وستين صوتاً لصالح دياب يذكر أن كتلة المستقبل التي يترأسها الحريري كانت أعلنت عدم ترشيحها أي شخص لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت في قصر الرئاسة أحال مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراءاً رسمياً لعزله أحال مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءاً رسمياً لعزله وأندد الرئيس الجمهوري بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب متهماً خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون عن المجلس بأنهم مدفوعون بالحسد والحقد والقضب ويحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين الذين انتخبوا حسب قوله وفي التفاصيل وبأقلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيين على توجيه تهمة استقلال السلطة كما وجه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرت بأقلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت الغضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير على الأرجاح ولكن وخلافاً لمجلس النواب فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 53 سيناتوراً مقابل 47 وقد سبق لهؤلاء أن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين ولعزل ترامب يحتاج المجلس لتصويت ثلاثي الأعضاء وسبق لإثنين من الرؤساء الأمريكيين الخضوعة لمثل هذه الاتهامات بالعزل وهما أندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998 وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ أما ريتشارد نيكسون فاستقال في العام 1974 قبل أن يصوت مجلس النواب لصالح إحالته على المحاكمة على خلفية فضيحة ووترغيت حمد النبهان الرأي خام الكويت يواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة تابعونا في الاقتصاد بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 67 دولارا وخمسين سنتا في تداولات أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برينت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 66 دولارا و 17 سنتا للبرميل أعلنت شركة فيفا الاتصالات الكويتية التابعة لمجموعة STC تغيير علامتها التجارية لتحمل اسم STC وذلك ابتداء من اليوم وقال الرئيس التنفيذي لشركة مزيد الحرب إن تغيير العلامة التجارية جاء تماشيا مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وإثراء التجربة للعملاء من خلال الحلول والخدمات التي تعتزم الشركة طرحها وأضف أن الشركة تسعى إلى تحديث قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والتركيز على النمو وعملية التحول الرقمي تكريم وفود عمومية اتحاد التنس العربي في الرياضة بعد هذا الفاصل أهلا بكم عقب ختام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس والذي استضاف الاتحاد الكويتي لللعبة على مدى يومين متتاليين أقام رئيس الاتحاد العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبد الله حفل عشاء وتكريم للوفود المشاركة في الاجتماع مثمنا دورهما الكبير في إنجاح الاجتماع والذي اتخذ من خلاله عدة قرارات وتوصيات تصب في صالح اللعبة في الدول العربية اعتمدنا النشاط البرنامج الزمني للبطولات العربية للموسم القادم السنة القادمة وطبعا كان فيها عدد أكبر من البطولات وهذا طبعا شيء يسعدنا خصوصا أننا بأمس الحاجة لتكثيف عدد البطولات العربية وطبعا كانت هناك فعلا في إيجابية من جميع الدول العربية من خلال تكثيف عدد البطولات تم اعتماد البرنامج الزمني ومن ثم طبعا كانت هناك بعض الاقتراحات الخاصة في تنقيح بعض النظام الأساسي للاتحاد ومن أجل أنها تتواكب مع النظام الأساسي والكونستيوشن الخاص بالاتحاد الدولي والاتحاد الاتحادات اللجان العلمبية طبعا كانت فعلا ما تم طرحها اليوم في الجميع المميز كانت كلها تصب في مصلحة الاتحاد العربي وخصوصا أنه كان هناك فيه إجماع على نقل المقر للكويت من جونة مصر العربية التي طبعا مشكورة احتضنت هذا المقر لأكثر من 20 سنة افتتحت الهيئة العامة للرياضة حلبة سباق الادراج الدولية للسيارات الكلاسيكية في ساحة السرة وشمل الحفل عروضا لسيارات الدريفت بالساحة الرئيسية وعروضا للطائرات اللاسلكية وتكريم المشاركين في تصميم الحلبة والمشاركين في عروض الافتتاح وأكد مدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم إن الهيئة حرصت على إقامة هذه الحلبة لمنح الفرصة لهواة هذه الرياضة لممارسة هواياتهم في حلبة دولية تلبي كافة احتياجاتهم مشيرا إلى حرص الهيئة على التنوع بين الأنشطة الرياضية والهوايات والبرامج التوعوية لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في تفعيل مفهوم الرياضة للجميع وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر أات الراي ميديا جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي توب في أمان الله اشتركوا في القناة